السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم على قناة كويزين فاميلي اليوم ان شاء الله نشترك معكم وصفة سحرية يعني زوينة بثاف نزلت البرد اللي معتمدة عندي واللي جا كنضوقه منها هي غدا نشارك معكم دبا المقادير هنا كناخده واحد القريعة يعني تكون مغسولة مزيان و بالما طيب ولا تغليوها كناخده هنا شوية حباتة ديال القرنفل نصف ملعقة ديال السانوج نفس ملعقة ديال الحبارشاد ملعقة كبيرة ديال عرق السوس و ملعقة كبيرة ديال الخزامة و اربعة ديال فوسوس ديال التوم يعني هاد الكيميا ديال هاد التوابيل كتستعمله على حسب ديال هاد الحبوب على حسب الكيميا ديال زيت الزيتون لغدا تستعمله انا غدا نضيف هنيا التومة من بعد غدا نضيف المكونات كاملة وبالنسبه الشريحة كتحتك تاخده يعني القياس اللي توفر عندكم كنغسلوها مزيان حتى هي و كنقطعوها اما كنقطعوها اما كنطحنوها اللي بغيتو انا كنفضلوها هكا مقطعا هكدا سافي غدا نوضعها هنيا في هاد القرعه هادي ديال الزاج و من بعد غدا نعمر مزيان بزيت الزيتون هاد الوصفه هادي زوينا بزاف يعني احتاق كويقايا يعني و خمي يكون شطر بكم لبرد هاد الايام هادي اه الفيروس من الاحسن الواحد يستعملها باش كتقويحت المناعة سافي من بعد ما اه اغطيت القرعه ديالي بزيت الزيتون كنحاول ما ما يبقى حتى شي طريف ديال ديال الشريحة باين خاصي كل شي غطيه زيت الزيتون باش غدا نقحتها في ضبايا هاد الوصفه هادي من اربع ايام لخمس ايام لأسبوع يعني الى كنما زربانين شعلها ولكن زربانين مش مشكلة تلتيام كتوجد يعني تلتيام كي تلق هادوك هادوك الحبوب اللي كيكونوا فيها كلهم كيتلقوا اه من الاحسن مرة مرة كنقوا نحركوا شوية باش شريحة كتشرب لنا اه تشرب لنا يعني النسمة او الفوائد ديال هادوك الحبوب ما نحتاجوش لا نسخنوهم لا تشي حاجة غي هاكدا سبحان الله ديك شريحة كتتاخد المضاقات اللي كتديل هادوك يعني الحبوب اللي كنضيفه الداخل خاصة لكن عندكم زيت الزيتون زوين وشريحة زوينة وصافي هنا اه اما نقدموها هاكدا يعني لوليداتنا ولا نطحنوها الى ما بغيتوهاش هاكدا تمنى ان شاء الله تعجبكم هادو الوصفة وبغيت نشارك معكم اليوم هادو القناة التانية اللي كنت قلت لكم راني حليتها اه ان شاء الله الفيديو الجاي غدا نقول لكم الساعة والوقت امتى غدا نزلو اول فيديو واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم اشتركوا في القناة